خطوات التسجيل لاختبارات القدرات لطلاب السنوية العامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الفيديو ده هنتكلم عن خطوات التسجيل لاختبارات القدرات لطلاب السنوية العامة اللي خلقوا امتحانات وعاوزين يلتحقوا بكليات بتشترط عمل اختبارات قدرات قبل دخول الكليات دي ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن تفاصيل خطوات التسجيل لاختبارات القدرات كما اعلنتها الوزارة بس تابعوني لآخر الفيديو وعملونا لايك عشان الفيديو ينتشر ويوصل لأكبر عدد ونبدأ بسم الله حددت وزارة التعليم العالي 10 خطوات لتسجيل اختبارات القدرات للالتحاق ب13 كلية لطلاب السانوية العامة بتنسيق الجامعات 2022-2023 عن طريق شبكة الانترنت على موقع تنسيق الجامعات وهي كالتالي واحد يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الالكتروني الموضح بعاليه طبعا تشايفين الرابط اللي مكتوب بلا زرق فوق ده لما الطالب بيدخل ويكتب في البحث موقع التنسيق الالكتروني بيظهر له الرابط ده بيدغط عليه فبيدخله على طول على الصفحة يبقى يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الالكتروني الموضح بعاليه ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات على هذا الموقع لما يفتح الموقع ده هيظهر له اختيارات هيختار صفحة تسجيل اختبارات القدرات ويضغط عليها فهتدخله على الصفحة طيب رقم اتنين بعد كده بعد الطالب ما بيدخل اللي بيحصل بيقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات وذلك باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس الخاص بالطالب تلاتة تظهر للطالب بياناته الشخصية والتي تتضمن رقم الجلوس اسم الطالب الرقم القومي المحافظة الإدارة التعليمية التابع لها الطالب والمدرسة والشعبة التي درسها الطالب علمية هندسية أدبية وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنفيق الإلكتروني الخاصة بالطالب 4- تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات وكذلك المواعيد المحددة للطالب 5- يقوم الطالب باختيار نوع القدرات والمواعيد وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتجه به إلى الكلية مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لسلاسة أيام متتالية 6- عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطواعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدل رغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني 7- تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات في المواعيد المحددة 8- تلتزم الكليات أيضا بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية على موقع التنسيق الإلكتروني وذلك لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج 9- يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اكتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناء عليها وتكون الكليات مسؤولة مسؤولية كاملة عن هذه النتائج في خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك حيث لن يعتد بأي نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات 10- تجرى الامتحانات في المواعيد المكررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى ولن يعتد بأي إفادة ورقية تمنحها بنتيجة امتحانات القدرات حرصا على الشفافية مع أبنائنا الطلاب وكانت قد أعلنت وزارة التعليم العالي بدء مكتب التنسيق أعماله عقب انتهاء امتحانات السنوية العامة مباشرة بتنظيم اختبارات القدرات للراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة وفقا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات وتسجيل الرغبات إلكترونيا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني وذلك من السبت 7 أغسطس وحتى الخميس 19 أغسطس وإلى هنا يكون قد انتهى الفيديو أتمنى أن تكونوا لقيتوا في كل المعلومات اللي أنتم محتاجينها وإلى اللقاء إن شاء الله بفيديو آخر جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته